مهما كان الطريق هوصل ولو هدفي بعيد بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات أهلا بكم في يوم جديد أهلا بكم من قناة مدرستنا 3 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم حبايبي طلاب الصف الثاني الثانوي موعدنا مع التطبيقية القسم العلمي تابع الهرم آخر مرة إحنا خدنا الهرم خدنا الهرم وعرفنا يعني إيه هرم النهاردة بقى هنتكلم في حجم الهرم المساحة الجانبية للهرم المساحة الكلية للهرم حكايتهم إيه؟ يلا بينا نشوف مع بعض يلا بينا يا مستر نشوف حجم الهرم قبل ما ندخل مع بعض كده على حجم الهرم عايزك تركز معايا قوي في جزء كده صغير من الدرس اللي فات احنا خدنا الشبكة شبكة الهرم لما تكون مفرودة وانا عايزة رجعها تاني في الامتحان يجيب لي الشبكة مفرودة ويقول لي في الشكل الذي أمامك صيف هذا الشكل سؤال الامتحان مهم جدا صيف الشبكة الذي أمامك أقول له حاضر الشبكة عبارة عن إيه؟ قال لي الهرم معروف زي إيه يا مستر بص كده على الهرم الموجود ده أهو يا مستر شفته بيقول لي الشبكة في الشكل المقابل لمجسم صيف المجسم ووجد ارتفاع الهرم أقول له حاضر بص كويس كده أنا شايف في النص هنا قالب بهجيم ده المربع تمام وقال لي على الجناب كلها مسلسات متساوية الايه الساكن وكلها متطبقة قال لي مظبوط دي خواص مين دي؟ قال لي ده الهرم الهرم الرباعي يا مستر أهو هرم رباعي منتظم هقول له إذن يبقى الشبكة اللي عندي دي يا مستر هي عبارة عن أهو ده الشكل بتاعها لما بدأنا نحن نتنيها أو نطبقها ونرجعها تاني شكلها كده ميم ألف بهجيم دال هرم رباعي منتظم قاعدته المربع ألف بهجيم دال تمام إيه اللي موجود؟ قال لي طول ضلع المربع بعشرة قلنا يبقى خلي بالك إن هيه نون دي قطعة مستقيمة بتنصف ضلعين في المسلس توازي الضلع الثالث وتسوي نص يبقى هيه نون قلنا بخمسة مظبوط قال لي مظبوط يا مستر كمان متديك خلي بالك انت خدت في المسلس لما كانت مفروضة في المسلس المتسوي الصاقين العمودي على القاعدة ده اسمه ارتفاع جانبي لما تيجي تطبق الشكل هو ده ارتفاع الجانبي إذن الارتفاع الجانبي اللي هو ميم هيه هيبقى طوله 13 سنتي تمام إذن في المسلس ميم هيه نون ده مسلس قائم في مين؟ في نون الوطر موجود ب13 والدلع هيه نون بخمسة أنا عايز أجيب الارتفاع اللي هو ميم نون قال لي مستر ده دلع في المسلس القائم يبقى نربع ونطرح ونجيب الجزر يا مستر قال لي مظبوط هقول له إذن ميم نون بتسوي جزر 13 قص 2 ناقص 5 قص 2 هيسوي 12 سنتي هقول له كده اهو ده وصف الشكل مستر الشبكة تمثل هرم رباعي منتظم قعدته المربع قالب به جمدال ورأسه ميم وارتفاعه ميم نون حيث نون نقطة تقاطع كترة القعدة ألف به جمدال ده المربع بتاني ده الوصف اللي هو عايزه الهرم منتظم خلاص ميم نون عمودي على نون هي تمام اهو في المسلس بتاعي ميم هي نون ده مسلس قائم فين في نون يبقى ميم نون أو نون ميم بتساوي جزر مربع الوطر ناقص مربع الضلع هيساوي 12 سنتي وخلصت إذن ارتفاع الهرم هيساوي 12 تعالي بقى النهاردة نتكلم مع بعض على المساحة الجانبية والكلية للهرم المنتظم وحجم الهرم أول حاجة عندي هتكلم عنها هي المساحة الجانبية يعني ايه مساحة جانبية احنا خدناها قبل كده قال لي خدناها جاية من اسمها جاية من اسمها مساحة جانبية يعني هاخد الجوانب بس هاخد الجوانب بس طب والقعدة مش تبعنا قال لي المساحة الجانبية للهرم المنتظم بتساوي نص محيط القعدة في الارتفاع الجانبي ارتفاع الجانبي يا وقت انسى الكلمة دي ماشي واخدنا قبل كده زمان المساحة الكلية لأي مجسم قال لي المساحة الكلية عبارة عن ايه قال لي عبارة عن الجانبية زائد مساحة القعدة اللي تحت هو ملهارا بتاعك فيه قم قعدة قال لي قعدة واحدة بس خلاص يبقى المساحة الكلية عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة قعدة قال لي مظبوط طب والحجم قال لي برضو خدناها خدنا القوانين دي في مراحل قبل كده ان حجم اي حاجة في الدنيا كان بتساوي ايه لو انت فاكر كان بتساوي مساحة قعدة في ارتفاع ده لشكل ما يكون ايه كامل تعال نهارده نتكلم في الهرم قال لي حجم الهرم قال لي بيساوي تلت مساحة القعدة في ارتفاع الهرم نفسه في المساحة الجانبية كان ارتفاع جانبي في الحجم ارتفاع الهرم اه يا مستر هقوله كده المساحة الجانبية للهرم المنتظم بتسوي ايه نص محيط القعدة في الارتفاع الجانبي تمام طب والمساحة الكلية قال المساحة الكلية للهرم بتسوي المساحة الجانبية زائد مساحة القعدة مظبوط طب وآخر حاجة قال لحجم الهرم زي ما قلنا تلتم ساحة القعدة في الارتفاع دي قوانين النهاردة هنشتغل بيها النهاردة مع بعض المسائل تيجي ازاي يا مستر نظامها ايه لا نظامها ده مع بعض يلا كده بينا نشوف مع بعض الأمثلة تيجي إزاي قال لي هنا تمرين بص معايا كده ملاحظات الأول ملاحظة قال لي إذ لم يكن الهرم منتظم الهرم لو مش منتظم يبقى هتكلم على المساحة الجانبية قال لي لا استنى بقى كده الجوانب مش منتظمة يبقى المساحة الجانبية قال لي عبارة عن مجموع مساحات الأوجه الجانبية هنجمع الأوجه الجانبية كلها يبقى مجموع مساحات الأوجه الجانبية هذه أول حاجة تمام يا مستر دي ملاحظة واحد ملاحظة اتنين بيقول لي في الهرم السلاسي مهم جدا دي مهمة قوي في الهرم السلاسي المنتظم الوجوه قلنا كل أوجههم مسلسات متساوية الأضلاع وكلها متطبقة وقلنا أي جنب فيهم يؤتبر قاعدة تمام قال لي قلنا قبل كده الكلام ده يكون ضعف مربع طول حرفه يسوي ثلاث أمثال مربع ارتفاعه أي أن اتنين لم تربيع يسوي ثلاثة عين تربيع القانون ده مهمة قوي ماشي هات بقى اللي بعدها طبعا حيسلام قلنا طول الحرف وعين ارتفاع الهرم نفسه طيب هات لي بقى القانون اللي جاي ده هو ده اللي أنا عايزه مهمة قوي ده المساحة الكلية للهرم السلاسي المنتظم ما انت قلتها يا مستر أيوة ما انت لو عوضت بقى في الهرم المنتظم هيطلع لك قانون ايه القانون ده قال لي يا مستر جزر ثلاثة لام تربيع حيسلام طول الحرف جزر ثلاثة لام تربيع حيسلام ايه قال لي يا مستر لام وهي طول الحرف قال لي تمام ده مين ده قال لي ده المساحة الايه القلي طب نتكلم بقى فين في الحجم يا مستر الحجم بيسوي ايه قال لي بص معي يا سيدي حجم الهرم السلاسي المنتظم الوجوه قال لي بيساوي جزر اتنين على الاثناشر لام تكعيب هنا لام تربيع هنا لم تكعيب حيث يسلام طول الحر يبقى عندك كده قانونين مهمين قوي في الهرم السلاسي المنتظم الوجوه بس لكن الباقي كانت قوانين بشكل ايه بشكل عام طيب مثال على الحتة دي يا مستر اللي يخد المثال ده اهو مثال جميل قوي على الهرم السلاسي المنتظم بيقول لي اذا كانت مساحة هرم سلاسي منتظم الوجوه مساحة الكلية بستة وتلاتين جزر تلاتة سنتيمتر مربع فان مجموع اطوال احرفه يساوي نقط بيقول لي اختيارات يا ترى اختار ستة سنتي ام اثناشر سنتي ام تمانية ام تمانتاشر سنتي ام ستة وتلاتين مين في دول الصح أقول استنى انا خدت قانون همشي عليه انت بتقول لي المساحة الكلية للهرم السلاسي المنتظم الوجوه بتسوي ايه قال لي جزر تلاتة لام تربيع بس انا عايز دي هقوله يبقى جزر تلاتة لام تربيع بتسوي ستة وتلاتين جزر تلات مزبوط قال لي مزبوط مع السلامة يا جزر ثلاثة شيله من ناحية ايه أصبحت لم تربيع بتسوي ستة وتلاتين خد الجزر يلا يبقى اللام بتسوي ايه ستة طول الحرف بستة يا مستر طيب بعدين انت عايز ايه قال ان عايز مجموع أطوال أحرفه قال لي يا مستر مجموع أطوال أحرفك القاتي انت عندك الهرم السلاسي منتظم الوجوه في كم حرف قال لي يا مستر انا عارف ان فيه ثلاثة فوق وفيه ثلاثة تحت صح؟ يعني ستة قال لي ستة الواحد بستة قال لي تمام يبقى ستة في ستة بكام قال لي ستة وتلاتين يا مستر يبقى اذا مجموع أطوال أحرفه ستة في ستة بتسوي ايه ستة وتلاتين سنتي وخلصت ادي اول تمرين ندخل مع بعض كده على تمرين تاني قال لي تمرين تاني بيقول لي ايه التمرين التاني بقى وركز معايا فيه اول تمرين التاني ده هرم رباعي منتظم مركز قال لي مركز يا مستر يبقى هرم رباعي منتظم طول دلع قعدته 60 سنتي وارتفاعه الجانبي 50 سنتي اوجد ارتفاع الهرم وعايز المساحة الجانبية وعايز المساحة الكلية للهرم وعايز حجم الهرم ده عايز كل حاجة يا مستر قال لي وماله كل الكلام ده سهل يا مستر ازاي تعال لي واحدة واحدة انت اولا احنا الرسمة عارفينها قال لي عارفينها يا مستر القعدة 60 يبقى ههنون 30 قلنا ههنون قطعة مستقيمة تنصف دلعين في المسلس توازي التالت وتسوي نص حافظينا خلاص يبقى ههنون يا مستر بتلاتين ماشي في المسلس ميم ههنون ده مسلس قائم لان ميم نون ده ارتفاعه لان عايزه ده مسلس ايه قال لي مسلس قائم انت بتقول لي هنا ارتفاعه الجانبي 50 سنتي صح صح يعني معنى كده ههنون بخمسين الوطر بخمسين وههنون بتلاتين يبقى عايزين نجيب ميم نون قال لي يا مستر ده دلع في مسلس قائم من في صغورس هنربع ونطرح ونجيب الجزر هقول له يبقى جزر خمسين تربيع ناقص تلاتين تربيع يطلع اربعين يا مستر يبقى اختاري الاجابة اربعين اهي ادي اول حاجة اهي يا مستر طبعا فرضنا واشتغلنا وعملنا الرموز بتاعتنا هقول له كده الهرم رباعي منتظم يبقى ههنون دي بتلاتين اكتب هنا تلاتين اهو هوضحها لك تاني معلش بعد اذنك مستر وضح هنا الدوني اهي ههنون تلاتين اهي يا سيدي تلاتين سنطي الحتة دي تلاتين وارتفاعه الجانبي ميم هه الجزء ده قال لي كام قال لي يا مستر خمسين سنطي طيب عندك مسلس قائم اهو في مسلس قائم عايز تجيب مين عايز تجيب ضلع يبقى نربع ونطرح ونجيب الجزر يا مستر قال لي جزر جزر خمسين تربيع ناقص تلاتين تربيع يطلع اربعين خلص تقدي المطلوب الاول طيب المطلوب التاني انت عايز ايه تعالى كده نشوف مع بعض المطلوب التاني ماشي يا مستر جبنا خلاص اربعين عايز بقى مساحة جانبية مساحة كلية عايز حجمة اقول له حاضر هيا المساحة الجانبية بتسوي ايه الله عليك ايوة كده اشتغل معايا سمعك وسمعك قال لي يا مستر نص محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي حلو ارتفاع جانبي يعني اللي هو خمسين اوعى تنسى الارتفاع بتاع الهرم اربعين ارتفاع جانبي خمسين هقول له نص محيط القاعدة يعني محيط المربع طول الدلع فاربعة يبقى نص فاربعة في ستين في خمسين يا مستر اهو يا سيدي خليك معايا يلا مع بعض كده يلا يا مستر نص محيط القاعدة في الارتفاع الجانبي يبقى نص في ستين فاربعة ادي كده محيط ايه محيط المربع في ارتفاعه الجانبي 50 يطلع 6000 سنتيمتر مربع تمام تاني حاجة عايز المساحة الكلية قال المساحة الكلية عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة قال لي تمام القاعدة مربع مساحته ايه طول الدلع في نفسه او مربع الدلع خلاص الدلع في 60 يبقى 60 في 60 3600 هنجمع عليها 6000 يطلع 9600 الموضوع سهل اه يا مستر بالراح علينا كده اه يا مستر بالراح المساحة الكلية المساحة الجانبية اهي 6000 زائد مساحة القاعدة يبقى الدلع في نفسه 60 في 60 3600 اه يا مستر قال لي يطلع 9600 سنتيمتر ايه مربع طيب اخر حاجة بيقول لي عايز حجم الهرم اقول له حاضر هو الحجم بيساوي ايه طلت مساحة القاعدة في ارتفاع الهرم يبقى طلت مساحة المربع 60 في 60 في الارتفاع اللي هو مين بقى مين منون اللي هو باربعين هو عتانسة دي فرق بالتنين حاضر يا مستر اهو طلت مساحة القاعدة في الارتفاع يبقى طلت في 60 في 60 يعني 3600 في ارتفاع الهرم باربعين حيساوي يا مستر 48000 سنتيمتر مكعب ومثال خلص مثال سهل ومثال بسيط طب نكمل اللي بعد يا مستر مثال تاني يا سيدة هو نفس الفكرة تانية هأكد لك عليه عشان نخش على الفكرة اللي بعدها هرم رباعي منتظم رباعي رباعي طول دلع قاعدته 20 سنتي وارتفاعه 10 جزر 3 اوجد المساحة الجانبية وحجم الهرم اقول له سهل انا همني في الهرم حاجتي ارتفاع جانبي وارتفاع الهرم انا عايز ارتفاع جانبي وعايز ارتفاع الهرم صح قال لي مظبوط طب يلا مع بعض هقول له ايه انت بتقول لي ان ارتفاع الهرم 10 جزر 3 استنى بس بالراحة هنا يا مستر انا عايزك تعمل زي كده امسك الرسمة اجي هنا ارتفاع الهرم فين اه يا مستر هو ده كده ارتفاع الهرم بكام ده يا سيدي قال لي هنا عشرة جزر ثلاثة ماشي طول دلع القعدة عشرين لما يكون هنا عشرين يبقى النص هنا عشرة إذن ده بعشرة يا مستر يبقى أنا عندي المسلس ده قائم في دلعين موجودين دلعي القايمة أنا عايز وطر يبقى هربع واجمع واجيب الجزر يا مستر قال لي مربع العشرة دي مية ومربع عشرة جزر ثلاثة يبقى مية في ثلاثة تلتمية مية زائد تلتمية قال لي ربعمية جزرها قال لي 20 يعني يا مستر ميم هي هيطلع بعشرين اقول لك ايوا شكرا لك كده خلاص اهم حاجتين عندي جوم ارتفاع الهرم وارتفاعه الجانبي انت عايز ايه مساحة جانبية هقوله ايه نص محيط القاعدة محيط المربع في ارتفاعه الجانبي اللي هو 20 يبقى نص فيه 20 فاربعة نص فيه طول الدلع فاربعة 20 فاربعة في ارتفاعه الجانبي اللي هو 20 خلصت اه يا مستر انا معاك انا بوضح لك الدنيا سنة سنة اهو هقوله كده ارتفاع الجانبي جزر عشرة تربيع زائد عشرة جزر ثلاثة لكل تربيع يطلع عشرين يبقى المساحة الجانبية نص فاربعة في عشرين في عشرين يطلع 800 يا مستر وخلصت اقوله مظبوط سمت متر ايه قال لي سمت متر ايه مربع عشان دي مساح تمام طب تاني حاجة بعد المساحة الجانبية قال لي هاتلي حاجة عايز ايه حاجة اقول انت انا مش اقول عايزك انت تسبقني وانا مشتغل المستر قال لي الحاجم بيساوي ايه سمع معايا ها تلت برافو مساحة القاعدة تمام في ارتفاع الهرم اقولك ايوه مظبوط يلا عوض معايا تلت فيه عشرين في عشرين بربعمية ادي مساحة القاعدة في ارتفاعه اللي هو كام قال لي عشرة جزر تلاتة هي مستر اهي مع بعض تلت مساحة القاعدة في الارتفاع يبقى تلت في عشرين تربيع في عشرة جزر تلاتة يطلع ربعمية جزر تلاتة على التلاتة سنتيمتر مكعب الموضوع سهل موضوع جميل اسهل حاجة عندي هو الهرم اللي بعده يلا مع بعض بص بيقول لي ايه احسب لأقرب رقم عشر واحد حجم هرم خماسي منتظم طول دلع قاعدته بتساوي 16 سنتي وارتفاعه 12 سنتي قد ارتفاع الهرم قال لي عادي يا مستر مهومسال زي التاني بالزبط اقولك ايوه عادي بس فيه تكا كده من السنة اللي فاتت اللي هي ايه بقى انت عايز مني حجم الهرم صح ايه يبقى تلت مساحة القاعدة في الارتفاع صح الارتفاع بـ 12 مظبوط فين بقى مساحة القاعدة قال لي عادي يا مستر مساحة الخماسي المساحة الخماسي المنتظم اه بتساوي ايه خماسي انا فاكر مسلس مربع ايوه من عارف قول بقى يلا انت اه نسيت صح يا مستر نسيت تم فكرك قال لي اه ده احنا خدنا السنة اللي فاتت مع بعض اني مساحة اي خلي بقى لك بقى مساحة اي مضلع منتظم كلب بتساوي ايه فتكر بس نون على الاربعة سين تربية في زطا باي على نون فتكر القانون ده تاني كده يا مستر معلش انت سجل معايا ورا وقلو مشتغل يلا مساحة القاعد يعني مساحة الخماسي المنتظم بتساوي ايه نون على الاربعة نون دي عدد الاضلاع او عتنسى نون على الاربعة في سين تربيع في زطا باي على نون لما قول لك خماسي با هنا خمسة وهنا خمسة والسين دي مين طول دلعه قال يا مستر طول الدلع بستاشر يبقى السين بستاشر تربيع في نفسه يلا هقوله يبقى خمسة على الاربعة في ستاشر تربيع طول الدلع في زطا قال للباي هنا بمية وتمانين على الخمسة امسك الآلة هيطلع ربعمية واربعين واربعة واربعين من مية سنتيمتر مربع يا مستر مستر معلش يفكرنا كده زطا اعملها ازاي في الآلة عشان مش جاية معايا ريح دماغك زطا مقلوب مين قال لي مقلوب الآلة قال لي خلاص تمسك الآلة كده اكتب خمسة في ستاشر تربيع على اربعة في زاء مية وتمانين على الخمسة تيجي معاك بس وقتين ستقفل القوس تقفل لك ايرور صح اه اقفل القوس بعد اذنك لازم اقفل القوس بتاع الآلة اللي تحت اعملها كده يبقى تاني اهو كسر هقول خمسة في ستاشر تربيع على اربعة في زاء مية وتمانين على الخمسة هيطلع معايا نفس الناتج طيب جبنا مساحة القاعدة هاتبقى الحجم يلا هقوله الحجم الحجم بيساوي ايه طلت مساحة القاعدة في الارتفاع يبقى طلت فيه 440 و44 من 100 سنتيمتر مربع فيه 12 اللي هو ارتفاع الايه ارتفاع الهرم هيساوي تقريبا 1716 و8 من 10 سنتيمتر وكعم حلو الكلام حلو الكلام يا مستر افتكرت القانون بتاع مساحة المضلع المنتظم ما تنسهوش تاني بعد اذنك قالك سوداسي منتظم سباعي منتظم سوماني منتظم احنا جامدين قوي وفاكرين كل حاجة اللي بعد هرم رباعي منتظم مساحة قاعدته 700 سنتيمتر مربع وارتفاعه الجانيبي 20 اوجد حجمه ده موضوع سهل بقى انت مديني مساحة القاعدة 700 صح؟ قال لي خلاص اقدر اجيب مين طول الدلع نجيب جزرها هيطلع 10 جزر 7 خلاص سهل وارتفاعه الجانيبي موجود هنا 10 جزر 7 يبقى هنا 5 جزر 7 وهنا 20 اقدر اجيب ارتفاعه انا اهم حاجة عند الارتفاع مستر هنا 700 يبقى طول دلع القاعدة هيبقى عبارة عن 10 جزر 7 خلاص جبناه يبقى هنا نون ب5 جزر 7 تمام ارتفاع الهرم هيساوي من المسلس ده هقول له جزر 20 تربية ناقص 5 جزر 7 الكل تربية هيساوي 15 جبنا ارتفاعه طبق بقى خلاص هقول له حجم الهرم بيساوي 3 في مساحة القاعدة اللي هي 700 في ارتفاع الهرم 15 يطلع 3500 و 500 سنتيمتر مكعب حبيبي احنا لمينا الدنيا مع بعض عرفنا شكل الهرم ازا نجيب حجمه ازا نجيب مساحته الجانبية مساحته الكلية طيب عايزين مع بعض كده نبص على الشبكة دي نقفل بيئة عشان نخش مع بعض على اللايت بورد يلا بسرعة مع بعض بيقول لي باستخدام الشبكة التي امامك صف المجسم ووجد مساحته الكلية اقول له باينة قوي ده كلهم قد بعض ده كلهم قد بعض صح قال لي صح مستر ده كده هرم سلاسي منتظم الوجوه اهو عشان وقتنا بسرعة يلا اهو يا مستر لما يتطبق هيطلع هرم سلاسي منتظم الوجوه انا همين اجيب اللام بتاعتك هات اللام طول حرفه وخلص هقول له حاضر ما احنا هنمسك اي مسلس ده مسلس متسوي الاضلاع اي زوية بستين صح قال لي مظبوط وانا عارف ان جه ستين بتسوي مقابل على الوطر يبقى جه ستين بتسوي تمنتاشر على لام حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوسطين يبقى اللام هتسوي تمنتاشر الحجم لقانون عايز مساحة اي حاجة انت عايزها هقول له حاضر قال لي عايز مساحة الكلية اقول له حاضر اولا هو فيه كم مسلس قال لي فيه اربعة يبقى المساحة الكلية ممكن نقول ايه بدلا ما احط القانون بتاعتي اقول له اربعة في مساحة اي وجه من اوجه يبقى اربعة في مساحة المسلس طب ما مساحة المسلس بتسوي نص حاصل ضرب دلعين في جهزة ويا المحصورة يبقى اربعة في نص في 12 جزر 3 لكل تربيه عشان هدلعه متساوي في جأة 60 حيساوي 432 جزر 3 سنتيمتر مربع خلصنا كل الأفكار فاضي الفكرة صغيرة قدي كده يا مستر لا دي فين؟ على اللايت بورد يلا بينا بسرعة نطلع على اللايت بورد نشوف المساوي حبيبي وبعد ما شوفنا الهرم وشوفنا حجم الهرم والمساحة الجانبية والكلية تعالوا بقى نشوف مع بعض كده تمرين جميل قوي هيعجبك يلا بينا يا مستر قال لي يلا بينا يا مستر بص معايا التمرين بيقول ايه؟ تمرين بيقول لي هنا ميم ألف به جيم دال هرم رباعي منتظم تمام وركز عكلمة منتظم مساحته الكلية بتساوي 340 سنتيمتر مربع وارتفاعه الجانبي ركز معايا في الكلام كويس الجانبي بيساوي 12 سنتيمتر اوجد المطلوب اللي عايز طول دلع القعدة طول دلع القعدة طب معايا تاني معلش واحدة واحدة كده علي انت بتقول لي هرم رباعي ايه؟ قال لي رباعي منتظم تمام يبقى الحال كلنا عارفين ان المساحة الكلية للهرم المنتظم بتساوي المساحة الجانبية زائد مساحة قعدة يبقى مساحة قعدة زائد المساحة الجانبية ماشي يا مستر ادي القانون يبقى بتساوي انا هفرض ان طول دلع القعدة سين فرضنا ان طول دلع القعدة ده انا سمته سين يبقى مساحة القعدة اللي طول الدلع في نفسه ده مربع يا مستر ما هو هرم رباعي منتظم يبقى هنا مربع يبقى مساحة القعدة طول الدلع في نفسه يبقى سين تربية مربع طول الدلع زائد قلنا المساحة الجانبية بتساوي ايه؟ نص محيط القعدة طول الضلع في أربعة محيط المربع فيه ارتفاعه الجانبي الجانبي وعتنسي يعني يا مستر هنا هقدر أقوله كده سين تربيع زائد قال لي أتنيه أربعة في 12 أي 48 نصها 24 يبقى 24 سين ده كله بيساوي كام قال لي بيساوي المساحة الكلية 340 انت علمتنا يا مستر لما يكون معادلة فيها سين تربيع وفيها سين لازم تحليل لازم أخلي المعادلة سفرية يبقى هندخل دي بعكس الإشارة جوه يبقى ناقص 340 يساوي سفر يا مستر تمام مقدر سلاسي حلل نفتح قصين افتح قصين يلا وقول يساوي سفر السين تربيع قال لي عبارة عن سين في سين كام في كام 340 والفرق بينهم 24 قال لي يا مستر 34 في 10 الفرق بينهم 24 الكبير بياخد إشارة النص موجب وموجب في سالب بإيه؟ بسالب يا إما السين تطلع سالب 34 أقول له مفيش دلع بالسالب يبقى مرفوض يا إما الدلع بيساوي 10 أقول له إذن طول الدلع بيساوي يبقى طول دلع القعدة بيساوي 10 سنتي وخلصت مسألتنا يا رب نكون فهمناها يلا بنرجع تاني نرجع تاني مع بعض حبيبي وبعد ما رجعنا بقى من آخر المسال كان جميل وأعرف أنه عجبك أي في النهاية أتمنى لكل حبيبي النجاح والتوفيق وطبعا بشكر جميع القائمين على هذا العمل الجميل بشكر كل طلابي اللي شاركوا معايا النهاردة بقول لهم ما تقلقش وقتنا خلص لكن احنا مكملين مع بعض شكرا لكم كان معكم أشرف طلعت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاني يا سنوي مهما كان الطريق هوصل ولو هدفي بعيد أنا هقدر تاني يا سنوي